تباينت ردود الفعل في سودان على قرار مجلس الأمن بشأن وضع قيداً زمنياً لرفع العقوبات الأممية على البلاد إذ رحبت الخارجية السودانية بالقرار بينما أدنته قوى سياسية تطالب برفع العقوبات فوراً عن السودان وقالت الخارجية السودانية إن قرار مجلس الأمن وضع للمرة الأولى قيداً زمنياً مدته 18 شهراً لرفع العقوبات المفروضة عليه وصوت 13 دولة لصالح قرار تمديد العقوبات لمدة عام ينتهي في 12 مارس 2024 فيما امتنعت روسيا وصين عن التصويت هذا وقالت الخارجية السودانية أن هذا جاء بفضل التحركات الدبلوماسية ودعم المجموعات العربية والإفريقية ودول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومنذ 29 مارس 2005 يجدد مجلس الأمن عقوبات على سودان شراء الحرب في إقليم درفور تشمل حظرة توريد الأسلحة ومنع سفر أشخاص متورطين في صراع إقليم درفور منذ 2003 وتجميد أصولهم المالية في المقابل انتقد القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول أمين حسن عمر ما وصفه بتفاخر وزارة الخارجية بإنجازها الذي أدى إلى تجديد العقوبات على السودان لمدة قد تمتد لثمانية عشر شهرا أخرى كما وانتقد ترحيب الحرية والتغيير المجلس المركزي بقرار تصويت الإمارات في مجلس الأمن لصالح تمديد العقوبات المفروضة على السودان وانتقد أيضا وصف المجلس المركزي للقرار بالصائب وبأنه يصب في مصلحة الشعب السوداني ويعرق الانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر أما مبارك أردول القيدي بالكتلة الديمقراطية فقال إن تمديد العقوبات يكذب كل الأقوير التي كانت تدعي أنها تعمل لصالح السودان وقال أردول إن الموقف السليم والمقدر لتضحيات الشعب السوداني هو إلغاء هذه العقوبات وليس تمديدها ولو ليوم واحد وأضاف أردول أن ظروف فرض العقوبات كانت لمواجهة نظام الحرب والإبادة الذي شرد ملايين المدنيين في درفور وارتكب الفضائع وقال إنه بعد إسقاط النظام وأربع سنوات من وقف الحرب المنظمة في درفور لا يوجد مبرر لمعاقبة السودان على تركة نظام البشير إذن هذه الانتقادات دكتور عبد الحليم الموجهة إلى موقفكم من مسألة تمديد العقوبات على السودان لمدة 18 شهرا مقبلة كيف تنظرون إليها؟ نحن نأسف ونرفض أن يؤاقب السودان وهو قد وصل حدا من المعاناة لا يستحمل أي مزيد من العقوبات وبالتالي نتمنى من العالم وكنا نتمنى من العالم أن يدعم الحكومة الديمقراطية يام حمدوك دكتور حمدوك والعالم لو تحرك ودعم الحكومة الديمقراطية لما وصلنا إلى هذا الحال نحن رأينا كيف أن الحكومة قامت بإصلاحات مؤسسية واقتصادية ووعد العالم بدعم الحكومة السودانية ومن يأتي دعم للسودان حتى انهارت الحكومة المدنية بفعل أيضا العمل الإعلامي وتبخيص العمل المدني من قبل أناصر الحكم البائد نحن الآن ننظر إلى الحكومة الحالية أنها هي سبب الأزمة يعني لو لا الانقلاب لما كانت العقوبات الآن فرضت على السودان لأن السودان قد استعاد مكانته العالمية وكان هناك برنامج والسودان تم إعفاؤه من الديون وكان هناك برنامج أيضا لدعم السودان من البنك الدولي ورأينا كيف أن رئيس البنك الدولي أتى إلى هنا وبشر العالم وخاطب الاجتماع السودان وما إلى ذلك وكان السودان بصدد أيضا استعادة علاقاته مع الصناديق والمؤسسات المالية الدولية ورأينا كيف أن الأمور سارت بشكل طيب في اجتماعات باريس حول السودان ورأينا كيف أن الاستثمار الأجنبي أيضا بدأ يتحدث عن السودان كل هذه الإنجازات قد دمرها الانقلاب ورجعنا إلى مربع الأقوبات نحن لا نبرر أبدا ولا نتفق مع من يقول أننا يجب أن يآقب الانقلاب بأقوبات على السودان لأن الأقوبات يدفع تمنها المواطن السوداني دعم ولكن لكم رحبتم بهذا القرار واعتبرتموه قرارا صائبا على وفقا لذلك الخبر فأنتم الحرية والتغيير بس مركزيرة حبتم بهذا القرار واعتبرتموه قرارا صائبا من وجهة النظر المتعلقة بأنه يعرقل الانقلاب ويؤدي إلى إنهائه بشكل أسرع ليس الحديث عن إنهاء الانقلاب لكن لو رأيتي أو نظرتي إلى عناصر القرار عناصر القرار يتحدث عن تجميد أصول وأموال أشخاص وأنت تعرف أن موظم هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى الحكم الباعث هذا القرار يتحدث عن حضر الأسلحة وهذا أمر لا يتضرر منه المواطن الآن نحن القرار يتحدث أيضا عن تكليف لجنة من الخبراء لرفع تقرير هذا القرار ليس قرارا ضد المواطن في أصله لكن نحن نتحدث أن مبدأ القرارات ضد السودان نريد أن نخرج من هذا المربع وكما ذكرت لك أن هذا الأمر هو نتيجة الانقلاب فإذن الانقلاب هو الذي أتى بأرجعنا إلى المربع القديم نحن نريد أن ننهي هذا الانقلاب وأن ينتهي هذا الانقلاب وأن يعود السودان ويستعد المسار الديمقراطي وليس هناك من سبب للعالم أن يفرض قباط على السودان إذا كان التزم المسار الديمقراطي أو عاد إليه الآن غدا فإذن ليس الحديث والاستهلاك حول القرار ومن أين أتى يجب أن يركز الناس من الذي أرجع السودان إلى هذا المربع ومن الذي أرجعنا مرة أخرى إلى هذا المربع نعم دكتور عبد الحليم إذن اسمح لي بذهاب إلى ضيفي محمد آدم سيد مقمد الحرية والتغيير للجسم المركزي رحبت بالفعل بهذا القرار ولكن ضيفي يوضح وجهة النظر هذه بأنهم لا يرحبون بفرض العقوبات على الشعب السوداني وعلى سودان ولكنهم يرحبون بمثل هذا القرار لما يشمله من عرقلة أشخاص لهم علاقة بالنظام السابق وحضر الأسلحة الذي لا علاقة له بالمواطن ولكنه يؤثث لمسألة معاقبة الانقلاب معاقبة الانتهاكات التي اتكبت من أشخاص بعينهم ضد الشعب السوداني والله أنا مع احترام الكامل للصديق الدكتور عبد الحليم تيمان ولكن وعبره الرفاق في المجلس المركزي أنا أقول بشكل واضح أن عملية التعزر والتزرع بأن الترحيب بمثل هكذا قرار عنده علاقة بالوضعية الاقتصادية للسودان بتبرير أن هذا يعرق للانقلاب أنا في تقديري هي نظرة فيها نوع من القصور وهي نظرة معيبة في تقديرها أو في تقديرها نحن في الكتلة الديمقراطية لذلك نقول بأنه من الأجدر كان للمجتمع الدولي أن يساهم في الإجراء التوافقات الشاملة في البلاد وليس رعاية استقطابات مختلفة نحن نبهنا لها اليوم في البيان الصادر من التنسيقية الوطنية للتحول الديمقراطي هذه الجزئية كانت عن المجتمع الدولي المسألة الثانية الوقوف أيضا على عملية استقرار السودان من خلال حيادية الرؤية الكلية للمجتمع الاقليمي ودون أنه في تقديري كانت واحدة من أولويات هذا وكان هذا سيقود بشكل طبيعي إلى إنهاء لو اتفقنا جدلا إلى إنهاء الانقلاب في إطار حوار شامل يعبر بالبلاد ويحافظ على السلم والأمن الدولي وكذلك يحافظ أيضا على الحياة الكريمة للمواطن السوداني الذي هو جزء من الأسرة الدولية وينبقي أن يأخذ هذا الحق بشكل حقيقي ولأنه هو حق مستحق دون أن يكون هناك تفضل أو وصاية دولية على أن مصير الشعب السوداني ولقمة عيشة الشعب السوداني تكون أثيرة لمواقف المجتمع الدولي وفق مصالحه الداخلية في السودان أعزي النقطة النقطة الثانية أيضا امتدادا لهذا الحديث نحن بنرى في جزء كبير جدا من كلام دكتور عبد الحليم تيمان ودفاعاته عن مسألة الاتفاق الإطاري وكذا الاتفاق الإطاري نحن جلسنا وتحاورنا والآن الاتصالات جارية بين الكتلة الدنوراتية والمجلس المركزي في كثير جدا من النقاط المختلفة لكن نحن نتفق على نقطة واحدة أن الطريقة الإقصائية التي يدار به هذا الاتفاق الإطاري الأطراف المزايدة المزايدة على أنه لماذا يكون من وقع الاتفاق الإطاري عبارة عن مختبر سياسي يحدد عينات ما يمكن حمله في المرحلة القادمة وما يمكن رميه في سلة مهملات المشاهد السياسية المختلفة أنا في التقدير نظرة فيها نوع من التعالي وهذا ليس حقا على أحد أن ينصب نفسه فاحصا للآخرين النقطة الأخيرة أقول أن القضية الأساسية التي خلقت الخلافة الموجودة الآن بين المكون العسكري سواء كان القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع هو عملية دمج هذه القوات وعملية دمج القوات الوصول بها لجيش وطني واحد موحد هذا من أساسي كان في اتفاق جوبا وفي تقديرها هذه هي قضية سياسية في المقام الأول ثم بعد ذلك هي قضية فنية تلي المؤسسة العسكري لكن الاتفاق الإطاري عرف وطحة الفكرة مسألة الدمج والوصول لجيش واحد هي قضية عسكرية وهذا توصيف خاطئ ربما ساعد أكثر في شكل هذا الخلاف الموجود الآن شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم شكرا جزيلا كذلك إلى ضيفي دكتور عبد الحليم تيمان مساعد رئيس حزب الأمة القومي والقياد بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي كنت معنا كذلك عبر الأقمار الصناعية لكم جزيلا شكرا